تسبب إعصار مونرو في ولايتي ميسيسيبي والويزيان على أمريكيتين بتدمير العديد من الطائرات والسيارات والشاحنات إلى جانب المباني والأبراج الكهربائية كما أصفر الإعصار الذي ضرب الولايات الجنوبية عن تضرر كبير لخطوط الكهرباء والخدمات والبنيات التحتية ولقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم بعد اشتياح عواصف قوية الولاياتين مخلفة ضمارا كبيرا وتظهر اللقطات العديدة من المنازل المتضررة والحطام المتناتر في أرجاء بلدة مونرو في لويزيانا بعد يوم واحد من حدوث إعصار قوي أودى بحياة ستة أشخاص على الأقل كما أن مطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطى المدرج وسوء الأحوال الجوية